باقي بالزبط حوالي 35 يوم على انتقالات يناير والصفقات الشتوية الناس ممكن تسأل هل النادي الاهلي يشتعل على انتقالات يناير ولا لسه لا الاهلي اشتغل وبدأ بالفعل في حصر الاسماء اللي هيبدأ التفاوض معها عشان يضمها في انتقالات يناير حتى الان الشغل على صفقتين الى 3 صفقات الصفقة الابرز طبعا اللي كل عارف اسمها في الفترة الخيرة عمر كمال عبد الوحيد ولكن الصفقة التانية في ايد السكاوتينج في شركة الكورة اجتماع كان تم ما بين شركة الكورة مع لجنة التخطيط في وجود الكابتن هاني رمزي مع الكابتن محمود الخطيب للاستقرار على الاسم اللي قدمته شركة الكورة عشان مرس الكولر يختار هذا اللعب هل اللاعب لاعب اجنبي ام لاعب محلي ام لاعب تحت السن عشان ممكن يعوض صفقة المهاجم الاجنبي في انتقالات يناير اعتقد اتبقى فيها مفاجأة مهمة جدا ولكن ما تنسوش ان كأس العالم للشباب تحت 17 سنة في اندونيسيا كانت فيها متابعة ووارد جدا الاهل يضم لاعب من اللاعبين المميازين اللي ظهروا في كأس العالم في اندونيسيا تحت 17 سنة